أثمنا صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات مشروع الانتاج الزراعي مستقبل مصر مع كافة المحاور الرئيسية في محيطه الجورافي لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلت الجديدة وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين اطلع الرئيس السيسي على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استطلاح الأراضي في محافظتي المينيا وبن سويف ومجمع الصواب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم أطلقت كوريا الشمالية صاروخين من طراز كروزز إلى استراتيجيين بعدي المدى في تجربة ناهية الأحدث ضمن سلسلة اقتبارات صاروخية تجريها بيونجيانج وأعرب الرئيس كيم جونج أون عن رضاه البالغ عن التجربة الصاروخية التي أشرف عليها من موقع إطلاق الصاروخين وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الصاروخين حلق فوق البحر لمسافة ألفين كيلومتر مشيرة إلى أنهما نجح في إصابة الأهداف المحددة أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستزود أوكرانيا بصواريخ إضافية مضادة للطائرات بما في ذلك ذخيرة قادرة على إسقاط صواريخ كروز للمرة الأولى وفي بيان لها قالت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستزود كييف بصواريخ الدفاع الجوي خلال الأسابيع المقبلة ومنها صواريخ أمرام لاستخدامها من قبل نظام الدفاع الجوي ناسماس الذي تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا به وأوضحت الوزارة البريطانية أن هذه الصواريخ ستساعد في حماية البنى التحتية الوطنية والحيوية لأوكرانيا مشيرة إلى أنه سيتم تزويد كييف أيضا بثمانية عشر مدفع هاوتزر صوتت الجماعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين ضم روسيا مناطق أوكرانية إلى أراضيها واعتمدت الجماعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتا مقابل معارضة خمس دول فقط فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان ويدين القرار تنظيم روسيا استفتاءاتنا داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا ومحاولة الانضمامة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي لأربع مناطق أوكرانية ودع القرار كل الوكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات أعلنتها روسيا للحدود مطالبا موسكو بالتراجع الفوري وغير المشروط عن قرارتها أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنه يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العودة إلى طاولة المفاوضات وفي تصريحات له قال ماكرون أنه يجب على بوتين وقف العملية العسكرية واحترام وحدة أراضي أوكرانيا مؤكدا أنه لا يريد اندلاع حرب عالمية واعتبر الرئيس الفرنسي أن الأزمة الأوكرانية دخلت مرحلة غير مسبوقة مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم استهداف المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا فضلا عن تدمير مرافق الكهرباء والتدفئة وأشر إلى أن هدف موسكو في الأيام القليلة الماضية هو كسر وتحطيم المقاومة الأوكرانية أعلنت وزارة الخارجية السعودية رفض حكومة المملكة العربية السعودية للتصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبيك بلاس مشيرة إلى أنها تصريحات لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير قرار أوبيك بلاس خارج إطاره الاقتصادي البحث وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبيك بلاس وأكدت المملكة أن مخرجات اجتماع أوبيك بلاس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد به دولة دون باقي الدول ومن منظور أيضا اقتصادي بحث يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء كما أكدت أن مجموعة أوبيك بلاس تتخذ قراراتها باستقلالية تامة وفقا لما هو متعارف عليه من الممارسات المستقلة للمنظمات الدولية حقق النجم المصري محمد صلاح لعب نادي ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا جديدا حيث أصبح أسرع لعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا ويسجل هاتريك خلال 6 دقائق و 12 ثانية حيث شارك في الفوز الكبير الذي حققه ريزي على نظيره جلاسكو رينجرز السكتلندي بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا فيما حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مباراة بارشلونة الإسبانية مع ضيفه انتر ميلان الإيطالية كما فاز أيضا توتنام على أنتر أخت فرانكفورت بنتيجة 3-2 وحسم أيضا بايرن ميونيخ الألماني تأهله إلى دوري 16 من البطولة بعد الفوز على مضيفه فرانك فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-2 كما تأهل نابولي الإيطالية إلى الأدوار الإقصائية إثر تغلبه على نظيره آياكس إمستردام الهولندي بنتيجة 4-2 فيما سقط أتليتكو مادريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق كلاب بروجي لإيل بلزيكي انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفصل